جبت لكم أرخص ساعتين بالعالم اسمها K-Select اللي ما بيعرف ان هول الساعتين ما انهم ساعتين عاديين هول يعني تابعين لشركة شاومي واخدين أفضل ديزاين وأورد بالعالم خلينا نتحرف عليهم أكتر بهيدا الفيديو خلينا نبلش أول شي بالK-10 هيدا اسمها K-10 صراحة لما فتحتها من العلبة العلبة بتاعيتها ما فيها شي عالبة عادية جدا بتفتحها فيها تشارجر هيدا هو تشارجر متل ما كن شايفين ماجنت بتحطه بتوصله ويو اس بي تايب اي بتوصله على الكمبيتر او توصله على شاحن اي شاحن بالدكي تفاصيله للساعة ممتازة جدا وفيها تقل مؤنة خفيفة والله تقول ساعة هيكة حقها 5 دولار او 10 دولار هدول الساعتين الاثنين حقهم 55 دولار انتو متخيلين الرقم يعني طبعا كل شي مواصفات ومعلومات اذا بتحبوا تشوفوها هاتلكون فيسبوك تعاولون اذا بنا نبلش بالتصميم الخارجي لهايه الساعة الرجالي اللي هي كيتن طبعا هيدا الساعة 1.32 انش اللي هي ال HD ديسبلي طبعا نحكي على 360x360 بيكسل اما بالنسبة للبطارية عم نحكي على 25 يوم لا 30 يوم شهر بتبقى عندك هيدا الساعة بطارية كل شي مميز فيه هون محطوط مكتوب كي سيلكت يعني تفاصيل بالساعة حلوة كتير بتحس بنعمتها حواليها هيدا المات فنش كتير حلو بذكرني بساعات تاني يعني ممتازة جدا الساعة كشكل كتصميم رائعة جدا متل ما كون شايفين الزرار تعولها كتير حلوين اشكالهم كبساتهم كمان ممتازة مريحة جدا والتوتش تعولها ممتاز جدا فالساعة شكلها ممتاز وراقي جدا صراحا طبعا الساعة IP68 تتذكروا فيك توظف فيها تتحمم فيها متل ما بدك وعادي وما فيه اصلا مايكروفون للساعة فما عندك مشكلة بايشي بالنسبة للرياضات اللي موجودة في عندك رياضة راكد المشي الدراجة الهوائية الدراجة الداخلية التسلق نط الحبل تنفس اليوغا التجديف القارب المعدة وانواع تاني من الرياضات فرياضات عندها ممتازة جدا طبعا ما انه هنه اكتر شي بس انه انجنرال حبيت توضح لكم كل شي بهايدي الساعة طبعا الساعة اللي بتمشيهم بالساعة بتوارجيك قديش مشيت اذا عامل وووكينج مثلا كم هاو مني ساعة مشيت اذا عم بتعمل رانيك بتقلك قديش البيس تعولك اللي كتير ناس بيهتموا بهيدي الموضوع واكدش كم اطعت بالكيلومتر بهيدي الساعة بالنسبة لدقات القلب طبعا ممتازة دقات القلب بالنسبة لساعة رخيصة بهيدي السعر من جد تفجأت دقات قلبها متل من الساعات تانية جربتها مني اكيد من افضل شي بالنسبة للرياضات والاخريب بس بالنسبة للسعر ممتازة جدا اما منيجي على تعيد البنات صراحة ورجيتها لأكتر من بنات فاجأت بكتير مبسوطين بشكلها شكلها كتير غريب يعني روز جولد عاملة هون هايدي لونها كريمي الجلد تعيدها فشكلها ممتاز جدا ورائع على الايد كتير كتير حلوة يعني ما حدا بيقول ان هايدي الساعة حقها مثلا 30 دولار او اقل كمان طبعا هي 1.09 انش طبعا هيكم من سبائك الاليمنيوم وطبعا لحزامك كتير ناعم وصديق للبيئة والجلد وناعم على ايد واحساسك كتير حلو للساعة عن جد وشكل وشكلها كتير حلو فعلا وبالنسبة للبطارية بتحكي على 25 يوم بهايدي الساعة واذا منرجع على الساعة الرجالية بس مشان ورجيكم شغلة طبعا في عندك واتش فيس تنزلهم من الابليكيشن وفيها تشبع الاكسجين بالدم فيها ميوزيك فيها الاشعارات فيها كل شيء للساعة وبتقرأ اللغة العربية هيدا الشيء كمان مميز للاتنين طبعا البناتية بتلاقيها كل هاته صارت بينك يعني الساعة من جوه رجالية شيء مثلا بتصير متل ما كون شايفينك اشكال وواتش فيسس و الاخرية و اوجه ساعة بينما هون عندك البناتية بتلاقيها كل هاته بينك و اشكال بينك وهيكا يعني كأنه عطيتك الجو النسائي اكتر من الساعة التانية بالنسبة للتطبيق اسمه ستركوا الرابط تحت وموجود على الاندرود وعلى الايفون هيدا الشيء كمان مميز طبعا تذكروا بس للمعلومات لقلكون انه هيدا الساعة ما فيها سبيكر و هيدا الساعة ما فيها جي بي اس تذكروا هيدا الموضوع هدول الساعات مخصصين للاشخاص هي اللي بيحب و يجي الاشعار بيجيك اشعار ما فيك ترد طبعا على الاشعارات هيدا الموضوع كمان لازم تعرفوه وطبعا كشكل كتصميم متل ما انه ساعة رخيصة تصميم حلو بيجيك اشعارات بيجيك مكالمات بيجيك كل شي على الساعة فحبت شارككم الموضوع شكرا كتير لكل شخص سمعين لا تنسوني بدعمكم بلايك و سبسكرايب و اذا عندكم اي كمان تكون اي تحت يعطيكم العافية و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة